السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتابعي الكرام حياكم الله. طبعا اليوم معنا فيديو مهم وهو طبعا تم اغلاق حساب خاص بني ببنك البركة. رح نتعرف على ما هو السبب. وايضا انت رح تتعرف على السبب من اجل ما يتم اغلاق حسابك مثل ما صار معي انا شخصيا. ان شاء الله بهذا الفيديو رح يكون معلومات مهمة جدا. بسم الله. اول شي انا اليوم تم اغلاق حساب البنك البركة الخاص بني. اول الشي بسبب انه الارباح تبعين اليوتيوب قام تجي على الحساب تبعين معاني نصاري فاتح سنتين بحساب بنك البركة وتحدثنا عنه بفيديوهات كثيرة. بس للاسف اليوم تم اغلاق الحساب قال ما يصير تستلم ارباح من اليوتيوب لانه هو بنك اسلامي او من التيك توك. اه بعد سنتين للاسف تم اغلاق الحساب الخاص بني. طبعا ما النصاح اللي راح اطيكم اياها. طبعا انت اذا عندك قناة يوتيوب او تيك توك يعني اه بعد فترة راح يتم للاسف اغلاق الحساب الخاص بك من قبل البنك البركة مثل ما صار معي انا. طبعا بعد ما يتم اغلاق الحساب راح يقول لك كل شي اموال في الحساب راح تسحبها منهم. ما في اي مشكلة بهذا الامر يعني ما راح يأكلوا عليك شيء بجماعة. بس لا تستخدموا من اجل اذا كنت اسعى رابطه من اجل تبع يوتيوب او ارباح تيك توك يفضل تشوف لك بنك ثاني وان شاء الله انا فلعت بحساب ببنك ثاني وان شاء الله يوم الاثنين راح يكون هناك الشرح عنه بالتفصيل وايضا فقط بالكملك وبنك من اقوى البنوك التركية ان شاء الله. هاي نصيحتي لكم طبعا لا حدا يربط اه او بعد سنتين تجربة يعطيكم انا الخلاصة مع انه قبل كنا اه نتكلم انه اه يعني ما في مشكلة بخصوص اه تبع الارباح تيك توك واليوتيوب وطبعا انا صاري سنتين شغال عليها وما في مشكلة. بس اليوم اتفاجأت بهذا الامر وسألت الموظف وراحت الشعبة قال لي ما يستطيع تستخدم ارباح من اليوتيوب هذا لانه بنك اسلامي. ما نقول غير حسبي الله ونعمل الوكيل طبعا هاي الشروط وسياسات البنك طبعا ما كانت موضحة بهذا الامر انه انا انه ما يستطيع تستخدم ارباح من اليوتيوب لانه بنك اسلامي. بس انا حبيت اشعركم هاي التجربة مشان انتو تستفى لكل شخص انضع اه رابط حسابه على البركة يحاول شوف له بنك ثاني. راح نشرح انه ان شاء الله احنا بفيديو ثاني واذا عندك اي سؤال او سفسار تتبلي بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.